كشفت وثائق مسربة من داخل مؤسسة التراث العلمية المشقة عن تنظيم داعش الإرهابي عدة شكاوا من أفراد المؤسسة تجاه تصرفات شديدة التطرف لقادة التنظيم وأشارت الوثائق بأن بعض الأفراد شديدي التطرف يمارسون نفوذا كبيرا جدا على ما بقي من أفراد التنظيم كما أنهم لا يلتزمون بالفتاوى التي تزيرها المؤسسة وهو ما يعد فصلا جديدا من الصراع بين الأفراد الأجانب في التنظيم ويطلق عليهم لقب المهاجرين وبين الأفراد المحليين يطلق عليهم لقب الأنصار ويوجه الموقعون شكواهم ضد أبو حكيم الأردني الذي كان يرأس دائرة الإعلام مطالبين بمحاسبته ومن معه تلافيا للفرقة والتنازع على حد تعبيرهم واجه أبو محمد الجزراوي مسؤول لجنة المتابعة الإعلامية التابعة لديوان الإعلام سابقا أبو حكيم الأردني وأبلغه أن طاعته لن تكون إلا في الأمور الإدارية لا أكثر وتستعرض الوثائق أن أبو حكيم رفض تصريحا إعلاميا يتضمن مختارات من سلسلة المحاضرات التي أصدرها داعش بعد إلغاء بيان شهر مايو أيار من عام 2017 الذي انتقدته لجنة الفتاوى داخل داعش باعتباره تنازلا للمتطرفين أما سلسلة المحاضرات على النقيف من ذلك فقد اعتبرت عودة إلى المسار الصحيح بحسب وصفهم والذي دعا إليه تركي بن علي الذي قتل في ضربة جوية ويتضح مشاهدين من الرسالة أن شكاوى الموقعين على ميول أبو حكيم الأردني المتطرفة قد أحيلت إلى اللجنة المنتدبة لكنهم لم يتلقوا أي رد يتضح من وثائق المؤسسة أن تراث العلمي أن أبو حكيم أنصاره كانوا يدعون أن اللجنة المنتدبة كانت إلى جانبهم في النهاية هذا وتم توقيف معظم الموقعين على هذه الرسالة وخير بين العودة إلى العمل الإعلامي أو القيام بواجبات عسكرية فاختار أغلبهم الخيار الأخير